بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثامن عشر بعد المئة الحمد لله ذي الفضل والإحسان الصلاة والسلام على من أوتي السنة والقرآن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان وبعد فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الجمع بين حديث ابن مسعود في عمر النطفة وأطوارها أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة ثم يكون التصوير والتخطيط والتشكيل وبين حديث إنه إذا مر للنطفة إثنتان وأربعون ليلة بعث الله الملك وصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها فما الجمع بين الحديثين فأجاب رحمه الله بما ملخصه الحمد لله رب العالمين أما الحديث الأول فهو في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمن بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فهذا الحديث الصحيح ليس فيه ذكر التصوير متى يكون لكن فيه أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد وأما حديث إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون يوما إلى آخره فهذا الحديث فيه أن تصويرها بعد اثنتين وأربعين ليلة وأنه بعد تصويرها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها يقول الملك يا ربي أذكر أم أنثى ومعلوم أنها لا تكون عظاما ولحما حتى تكون مضغة فهذا موافق لذلك الحديث في أن كتابة الملك تكون بعد ذلك إلا أن يقال المراد تقدير اللحم والعظام قد روي هذا الحديث بألفاظ فيها إجمال بعضها أبين من بعض فمن ذلك ما رواه مسلم أيضا عن حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المطفة تكون في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الذي يخلقها ثم يتسور عليها الذي يخلقها فيقول يا ربي أذكر أم أنثى فيجعله الله ذكرا أو أنثى ثم يقول يا ربي سوي أو غير سوي فيجعله الله تعالى سويا أو غير سوي ثم يقول يا ربي ما أجله وخلقه ثم يجعله شقيا أو سعيدا وفي لفظ المسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين ليلة أو بخمس وأربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتب يا ربي أذكرنا منثى فيكتب رزقه ويكتب عمله وأثره وأجله ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص فهذا اللفظ فيه تقديم كتابة السعادة والشقاوة ولكن يشعر بأن ذلك يكتب بحيث مضت الأربعون ولكن هذا اللفظ لم يحفظه رواته كما حفظ غيره ولهذا شك أبعد الأربعين أو خمس وأربعين وغيره إنما ذكر أربعين أو اثنتين وأربعين ليلة وهو الصواب لأن من ذكر اثنين وأربعين ذكر طرفي الزمان ومن ذكر أربعين حلفهما ومثل هذا كثير في ذكر العوقات فقدم المؤخر وأخر المقدم أو يقال إنه لم يذكر ذلك بحرف ثم فلا يقتضي ترتيبا وإنما قصد أن هذه الأشياء تكون بعد الأربعين وحينئذ يقال أحد الأمرين لازم إما أن تكون هذه الأمور عقيب الأربعين وهو الصواب ثم تكون عقب المئة والعشرين ولا محذورة في الكتابة مرتين ويكون المكتوب أولا فيه كتابة الذكر والأنثى أو يقال إن ألفاظ هذا الحديث لم تضبط حق الضبط ولهذا اختلفت رواته في ألفاظه ولهذا أعرض البخاري عن روايته وقد يكون أصل الحديث صحيحا ويقع في بعض ألفاظه اضطراب فلا يصلح حينئذ أن يعارض بها ما ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي لم تختلف ألفاظه بل صدقه غيره من الحديث الصحيح قد تلخص الجواب أن ما عارض الحديث المتفق عليه إما أن يكون موافقا له في الحقيقة وإما أن يكون غير محفوظ ولا ريب أن ألفاظه لم تضبط كما تقدم ذكر الاختلاف فيها وأقربها اللفظ الذي فيه تقدم التصوير على تقدير الأجل والعمل والشقاوة والسعادة وغاية ما يقال فيه إنه يقتضي أنه قد يخلق في الأربعين الثانية قبل دخوله في الأربعين الثالثة وهذا لا يخالف الحديث الصحيح ولا نعلم أنه باطل بل قد ذكر النساء أن الجنين يخلق بعد الأربعين وأن الذكر يخلق قبل الأنثى وهذا يقدم على قول من قال من الفقهاء إن الجنين لا يخلق في أقل من واحد وثمانين يوما فإن هذا إنما بنوه على أن التخليق إنما يكون إذا صار مضغة ولا يكون مضغة إلا بعد الثمانين والتخليق ممكن قبل ذلك وقد أخبر به من أخبر من النساء ونفس العلقة يمكن تخليقها انتهى ملخص ما أجاب به الشيخ في هذا الموضوع وقد قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعود فأثبت الكتابة مرتين وقد يقال مع ذلك إن إحداهما في السماء والأخرى في بطن الأم والأظهر والله أعلم أنها مرة واحدة ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة فبعضهم يكتبوا له ذلك بعد الأربعين الأولى وبعضهم بعد الأربعين الثالثة وقد يقال إن لفظة ثم في حديث ابن مسعود إنما أريد به ترتيب الإخبار لا ترتيب إنما يراد به ترتيب الإخبار لا ترتيب المخبر عنه في نفسه والله أعلم ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية كما دل عليه حديث حذيفة ابن أسيد وقال إنما أخر ذكرها في حديث ابن مسعود إلى ما بعد ذكر المضغة وإن ذكرت بلفظ ثم لألا ينقطع ذكر الأطوار الثلاثة التي يتقلب فيها الجنين وهي كونه نطفة وعلقة ومضغة فإن ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد أعجب وأحسن فلذلك أخر المعطوف عليها وإن كان المعطوف متقدما على بعضها في الترتيب وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة فإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته